السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شاء الله رح نحكي عن حل مشكلة وحدة التحكم أو يد الإكس بوكس اللي بتفصل أثناء عملية اللعب على الإكس بوكس في الألعاب طبعا أول شيء لازم نتأكد من أنه إيد الإكس بوكس عندنا مشحونة بالكامل لأنه بنعرف أنه لما تفضل بطارية تفصل عندنا إيد الإكس بوكس وبطلب مننا إعادة شحن اليد كمان مرة طيب بعد ما نشحن يد التحكم رح ندخل بحسابنا مباشرة على الإكس بوكس وبعد هيك رح نروح مباشرة على خيار الإعدادات اللي موجود عندنا عن طريق طبعا وحدة التحكم اللي هي الإكس بوكس بتروح على خيار الإعدادات تضغط على زر الهوم وبنروح مباشرة على ملف التعريف والنظام وبننزل عند خيار الإعدادات بعد هيك رح نروح على الخيار الرابع اللي هو الأجهزة والاتصالات وبعدها بننتقل على خيار الإكسسوارات بتضغط على خيار الإكسسوارات رح يعطيك يد التحكم وخيارات الضبط الخاصة فيها طبعا رح نترك خيار الضبط وننزل على الثلاث نقاط اللي موجودة عندنا نضغط على الثلاث نقاط وبعدها رح نروح على خيار إصدار البرنامج الثابت علشان نعمل تحديث ليد التحكم على الإكس بوكس لأنه هي اللي بالعادي بتكون سببها فصل الاتصال طيب رح نروح مباشرة على خيار إصدار البرنامج الثابت بعدها رح نضغط على خيار التحديث الآن علشان نعمل تحديث لوحدة التحكم ومنستنى حتى يصل عندنا عملية التحديث لمية في المية وينتهي بالكامل من تحديث يد الإكس بوكس بعدها بنضغط على خيار التالي ومنطلع من شاشة وحدة التحكم وآخر خطوة لازم نعملها أنه نعمل رستارت للإكس بوكس بالكامل بتروح على خيار الطاقة وبتعمل إعادة تشغيل وحدة التشغيل وإن شاء الله بعد ما يشتغل معك الإكس بوكس كمان مرة رح تلاحظ أنه هذه المشكلة انحلت عندك وإيد التحكم ما عاد تفصل معك نهائيا أثناء عملية اللعب وإكا إخواني بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تابعنا لهذا اليوم نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة في أمان الله تابعنا لهذا اليوم